إلى دوامة العنف والتظاهرات المناهضة للحكومة وسياساتها عادت إسرائيل في ظل المشاهد العنيفة التي شهدتها تظاهرات ليل السبت الأحد في تل أبيب مشاهد أعادت إلى الذاكرة الأجواء الداخلية المشحونة التي سادت عشية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطع غسة يرفض المتظاهرون المغادرة يتمددون على الرصيف الشرطة تستخدم القنابل المسيلة لدموع عدد من المتظاهرين نادى بشعارات ضد رئيس الحكومة وطالبه بالاستقالة فيما يشتك المتظاهرون من العنف المفرط ضدهم من قبل عناصر الشرطة ما يميز هذه التظاهرات عن سابقاتها ويمنعها دلالة خاصة بحسب مراقبين هو مشاركة بعض أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة واستخدام الشرطة وسائل عنيفة للمرة الأولى ضدهم ما دفع رئيس المعارضة يائر لبيد إلى إدانة عنف الشرطة بحق المتظاهرين ومن سماهم عائلات المغتطفين ألاف المتظاهرين وصلوا إلى شارع كابلان من بينهم جزء من عائلات المغتطفين الذين وصلوا للتظاهر ضد الحكومة والدعوة إلى انتخابات الآن الشرطة لا تسمح للمتظاهرين بقطع الطريق ولا يهمها إذا كان الأمر يتعلق بعائلات المغتطفين أو بمتظاهرين ضد الحكومة عودة الزخم إلى الشارع المعارض لحكومة نتنياهو التي باتت بعد السابع من أكتوبر تهديداً وجودياً على إسرائيل برأي خبراء ومعلقين أتى على وقع تراكم مؤشرات وعلامات استفهام حول قدرة حكومة نتنياهو على البقاء مع تزايد الإشارات السلبية التي يبثها حزب معسكر الدولة بقيادة الوزيرين جانس وآيزنكوت وأيضاً استفحال الخلافات بين رئيس الحكومة ووزير الأمن يواف جالنت والتي كان آخرها الخلاف حول قانون تجنيد المتدينين الحريدين في الجيش واقع اشتماً